أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد اليوم هنتعرف على واحد من التطبيقات ال VBN المتميزة التطبيق اليوم تطبيق مجاني تطبيق رير محدود يعني مش بيد وقت محدد لا التطبيق بتقدر تستخدمه بدون وقت محدد كمان التطبيق موضوع الشرح لا يحتاج تسجيل دخول أو إنشاء حساب وتطبيق سريع جدا من التطبيقات ال VBN السريعة اللي جربتها واللي بنقدمها على القناة هنبدأ نتعرف على التطبيق الأول والتطبيق من التطبيقات الرسمية والقانونية المتوفرة داخل متجر جوجل بلاي الرسمي في الهواتف لكن للأسف على الشاشات الكبيرة غير متوفرة أو على أجهزة TV Box أو على أجهزة Fire Stick علشان كده دورنا النهاردة إن إحنا نتعرف إزاي نقدر نحنا نثبت تطبيق ال VBN موضوع الشرح على الشاشات الأندرويد بنظام الاندرويد تيفي أو بنظام الجوجل تيفي وأجهزة Fire Stick التطبيق اللي هنتكلم عنه هو تطبيق Stark VBN التطبيق اللي ظاهر قدامك على الشاشة Stark VBN Reloaded هنبدأ ندخل في التطبيق وزي مواضح وجهة التطبيق بسيطة وسهلة بتلاقي في عندك Auto Server موجود فوق خالص لو أنت حابب إن يحصل اتصال بخدمة VBN بشكل تلقائي وإن التطبيق بيحدد أسرع سيرفر موجود وأفضل سيرفر موجود وبيتم الاتصال به وتحتها ال Custom Settings بتقدر من خلاله أنت عن طريق تحديد سيرفر مفضل لك أو اللي انت بتختاره وعندي الايكونة اللي في المنتصف الخاصة بالConnection بنزل أضغط عليها بيبدأ يعمل اتصال لاحظ معي وكمان في الشاشة هتلاقي عندك ال Download في الشاشة في الشمال وعندي في اليمين موجود عندك ال Upload هنزل كده عند الايكون اللي موجودة في المنتصف الشاشة وهضغط OK لاحظ معي في ثواني أصبح Connected تم الاتصال وهنا تم الاتصال بال Uto Server كمان هتلاقي التطبيق عندك فوق خالص الثلاث شرط اللي موجودين جنب اسم التطبيق لو ضغط عليها OK بتلاقي كل الإعدادات الخاصة بالتطبيق موجودة عندك داخل ال Settings هنرجع تاني للصفحة الرأسية نضغط على Custom Settings نوقف خدمة VPN ونضغط OK على الايكون اللي موجودة في المنتصف الشاشة بتظهر معي الرسالة Do you want to disconnect بنزل عندي اس و بضغط OK بيحصل فصل لخدمة VPN لو طلعنا عند Custom Settings جدا وضغطنا OK بتبدأ تظهر معك كل السيرفرات المتاحة زي مواضح كده قدامك عدد كبير موجودة عندي في التطبيق اليوم القايمة بتضم عدد كبير من السيرفرات و عدد كبير من الدول زي مواضح تقريبا يعني هقولك ان يمكن اكتر من حوالي 100 سيرفر متاح هتلاقي فيه سيرفرات كتير مختلفة زي مواضح كده قدامك ده طبعا اكبر عدد ممكن انت بتلاقيه في تطبيق للVPN تطبيق فوق المنتصف هنستعرف على التطبيق من خلال التليفون او الهاتف هنبدأ ندخل في متجر جوجل بلاي هبدأ ادخل في البحث وهبدأ اكتب start stark vbn هضغط على علامة البحث تبدأ تظهر معي نتاج البحث وهتلاقي التطبيق موجود عندك start vbn reloaded هنضغط كده على التطبيق وهنا التطبيق اخذ على تقييم عالي 3.8 من داخل متجر جوجل بلاي وكمان التطبيق تم تنزيله اكتر من 10 مليون مرة من داخل متجر جوجل بلاي الرسمي هتضغط على install او تثبيت هيتثبت التطبيق معاك على التليفون ونفس الخطوات هي اللي موجودة على الشاشات الكبيرة بالنسبة لبداية تشغيل التطبيق هنبدأ بقى على الشاشة الكبيرة نتعرف بس قبل ما نعرف خطوات تثبيت التطبيق من خلال تطبيق دوانلودر او من خلال اي متصفح بدعوك للاشتراك معي في القناة لو اول مرة تشوفني ولو عندك اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله هنجاوب عليه وننساش نضغط على لايك دعم لي وللقناة الاستمرار والتقديم كل ما هو جديد وكل ما هو ميز ويارد تكتب لي في التعليقات رأيك في تطبيق موضوع الشرح هنبدأ ندخل في تطبيق دوانلودر هنطلع في مستطيل البحث وهنبدأ نكتب واحد سبعة ستة اتين واحد تمانية كتبنا واحد سبعة ستة اتين واحد تمانية هنضغط على جو هتنزل عند المستطيل الازرق اللي في منتصف الشاشة هتضغط عليه اوكي لبداية تنزيل ملف الابكي هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ هنضغط على تثبيت تم تثبيت التطبيق نضغط على تم هنضغط على دليت لحث ملف الابكي نضغط على دليت التانية هنرجع للصفحة الرأسية هندخل فيه اي تطبيق من التطبيقات اللي تظهر التطبيقات المخفية زي apps manager هنلاقي التطبيق موجود من ضمن التطبيقات هنضغط عليه اوكي لإضافته في الصفحة الرأسية هنرجع للهوم سكرين التطبيق تم إضافته عندي في الصفحة الرأسية هندخل في التطبيق لأول مرة بتظهر معي رسالة انا بضغط على اوكي بعد كده بتظهر رسالة تانية انت برحتك بضغط على نوم بتظهر الصفحة الرأسية هنجرب بقى ندخل في تاني اختيار علشان نحدد سيرفر مش هنختار تاني اختيار ونضخف تاني اعداد موجود عندي وبضغط عليه بيبدأ يظهر معي كل السيرفرات المتاحة هنجرب اي سيرفر موجود بنضغط كده اوكي هنضغط على ايكونة اللي موجودة في منتصف الشاشة لاحظ معي نوت كونكتد هنضغط اوكي بتظهر معاك الرسالة دي طلب الاتصال بتظهر مرة واحدة في بداية تثبيت التطبيق هنضغط على حسنا اصبح كونكتد وده في ثواني من اسرع التطبيقات ال VBN هنوقف تاني خدمة ال VBN نضغط على ايكونة في منتصف الشاشة هل تريد الكاف او الفصل بنضغط على اس انت تقدر تستخدم التطبيق بدون ماوس لكن انا الموس بيسهل معي الاستخدام هندخل كده في السيرفر الثاني هنبدأ ننزل هنختار اي سيرفر موجود عندي داخل تطبيق ال VBN بشكل عشوائي بنضغط على الايكونة منتصف الشاشة لبداية الاتصال بخدمة VBN هنضغط اوكي لاحظ معي بسرعة اصبح متصل تطبيق من احلى التطبيقات VBN اتمنى انك انت تجربه وتكتب لي رأيك في التعليقات ولو انت عندك مشكلة مع تطبيق دون لودر تقدر من خلال اي متصفح انك انت تثبت التطبيق موضوع الشرح من خلال انك انت بتكتب فيه مستطيل البحس aftv.news وبتكتب الكود اللي كتبناه دلوقتي الخاص بتطبيق start vbn reloaded 176218 176218 وبتضغط على البحس بيبدأ يظهر معك رابط تنزيل التطبيق او تنزيل ملف الابكي الخاص بالتطبيق وبتبدأ تكمل باقي خطوات تثبيت التطبيق لو عجبك الفيديو متنساش الضغط على اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته